اشتركوا في القناة وكنا تكلمنا اللسن اللي فات فيه مع المستكشفة بيج كينر عن الديجيتال سيتزنشيب والسوشيال ريسبونسيبوليتي لكن تعالوا نشوف اللسن ده بيتكلم عن ايه لما يكون انت عندك اي حاجة محتاج تتكلم فيها ازاي بتقدر تعبر عن فرقيتك او تتكلم مع حد فيس تو فيس ديجيتال سيتزنشيب كنت اتكلمت معاكو اللسن اللي فات فيه الديجيتال سيتزنشيب وهو المواطنة الرقمية وهو معنى ان انت بتكون مواطن وبتستخدم كل الخدمات الخاصة بالانلاين سواء بتبعك ميل او عندك زوم ميتينج او بتعمل سرش على معلومات فانت كده ديجيتال سيتزنشيب طبعا كنت اخدت قبل كده في جريد فور الرايتس والرسبونسبرت اللي هي الحقوق والمسئوليات انت تلوقتي وانت اونلاين ايه هي حقوقك كواحد بيستخدم الانلاين وايه هي مسئولياتك ليك رايتس وليك رسبونسبرت تعالوا نشوف ونفتكر الحاجات دي مع بعض الرايتس اول حاجة كنا اخدناها في الرايتس الحقوق هي الرايفزي وهي الخصية ان انت لازم لما مثلا تعمل شير لأي فوتو او اي فيديو او اي انفروميشن على الانترنت ما ينفعش ان اي حد ياخد المعلومات دي ويعمل لها شير او يستخدمها على انها معلومات خاصة به لان هو كده بينتهك الخصية الخاصة بك يبقى من حق كل واحد فينا ان هو يبقى عنده الرايفزي وهو بيستخدم الانترنت الرايفزي هي الكارسونا الرايفزي يعني ان حد يكون عنده عامل الكريات لأي شغل على الانترنت سواء فوتو او سواء اي حاجة ويجي حد تاني ياخد الفوتو الخاصة به الشخص ده ويبتدي يعمل لها شير على انها خاصة به او يبتدي يعمل لها سولد او يبتدي ان هو يباعها ويبتدي ان هو تصرف كأنه هو صاحب الصورة دي يبقى طبعا انا من حقي ان انا في عندي وطبعا القانون بيحمي كل الحاجات دي والكابيرايت بتحمي برضو اي حاجة حد بيعمل لها ابلود على الانترنت من حقي انا كاستيزن ان انا اقدر ان انا اتواصل مع كل الناس اونلاين بكل حرية ولازم دايما اعمل positive behavior تجاه كل الناس اللي انا بعمل معها انجيز اونلاين من حقي انا برضو كاستيزن ان انا اقدر ان انا اخد اي معلومات اونلاين عشان استخدمها في الايه في ال search الخاص بي ability to use the internet when you need to وفي اي وقت انا محتاج استخدم في الانترنت استخدمه بكل حرية يبقى دي كده ال rights اللي هي وانا بستخدم الايه الانترنت اوكي طب ايه بقى ال responsibilities ايه بقى مسئولياتي انا وانا بستخدم الانترنت respect others privacy لازم احترم خصية الاخرين ما ينفعش مثلا ان انا اروح ااخد اي شغل خاص باي حد واحطه عندي مثلا او استخدمه من غير ما اعمل mention للشخص ده ما ينفعش مثلا ان انا اخد مثلا مقالة حد كاتبها او photo حد عملها upload او video واروح ااخده عندي من غير ما اعمل ايه mention ليه الشخص ده respect various sources لازم احترم كل المصادر الموجودة على الانترنت ان طبعا كل واحد بيبقى احاطة مصدر خاص به او بتبقى فيه مصادر فيها معلومات كترة جدا بيبقى فيها اراءة كترة جدا فلازم احترم كل المصادر بمختلف الاراء اللي فيها expert positive behavior in interactions with other لازم دايما اعرض تصرف مسئول او تصرف بطريقة مسئولة وانا بتعامل مع الاخرين ensure safe sharing online تأكد دايما او دايما لازم تتأكد قبل ما تعمل share لأي معلومة online ان تكون المعلومات دي جاية من مصدر موفوك او من معلومات صحيحة ما ينفعش مثلا ان انا احط مثلا اللينك انا مش بتأكد منه يبقى فيه هاكر يدر ان هو يسرق معلوماتنا او مثلا احط معلومات خاطئة كل دا طبعا غلط جدا وكل دا طبعا ان انا بعمل sharing بطريقة خاطئة اوكي يبقى كده تعلمنا rights والresponsibility اللي احنا خدناهم في grade 4 وافتكرناهم مع بعض طيب social responsibility كنت كان لنا علاقة كده في الليسون اللي فات في اخر الليسون وقلنا ان هي المسئولية الاجتماعية مسئوليتك انت كان مواطن تجاه المجتمع طبعا احنا في المجتمع بنواجه مشاكل كتير جدا وقضايا بيقيا كتير جدا فلازم احنا يبقى لنا دور بيك كينر كانت استخدمة مواقع social media وكنا تكلمنا ان هي استخدمة التويتر والانستجرام عشان تعمل حملات توعية كتير جدا وتنشر الوعي عن خطورة البيبي ايتر اللي هي المخالفات اللي كانت من ايام الكورونا زي الفيس ماسك والتسبوس بالكلافز وطبعا هي كانت بتنشر معلومات كتير جدا عن ان احنا ازاي نقدر نتخلص من المخالفات دي بطريقة آمنة يعني الكلام ده زي ما بيك كينر كانت تستخدم social media علشان توعي الناس من خطورة المخالفات ده انت كمان تقدر تستخدم الانترنت علشان تساعد في حل مشاكل في المجتمع كتير جدا حد هيقول لي طيب مشاكل زي ايه مثلا فيه مثلا مشكلة في الصحة او فيه مثلا مشكلة فيه مستشفى معينة او فيه تلوز كتير في البيئة انت شايفه انت كمان ممكن تعمل حملات توعية على السوش الميديا على الفيسبوك او على التويتر او الاستغرام اي حاجة انت تختارها وتبتيتي تعمل حملات توعية وتبتيتي تواعي الناس بخطورة المشاكل دي على البيئة وتجمع المعلومات بتعمل ريسيرج وتحاول مثلا تاخد مثلا صحابك وتنزل تحاول تستكشفى الاماكن دي وتبيدي تنشر مع ودي كلها على الانترنت فطبعا يعني دورك انت كمان مهم جدا في الايه مواجهة كل المشاكل اللي في الايه اللي بتواجه الانفالوت اوكي لكن لازم تتذكر بعض الحاجات الكتيرة جدا اللي لازم تعملها وانت او لان ايه هي الحاجات دي انت دلوقتي مثلا عندك اي مشكلة في الانفيرومنت وانت محتاج ان انت ايه تعبر عنها مثلا انت لقيت مثلا كماما كتير في مكان او لقيت مثلا مشكلة تلوث في الهواء لازم لما تيجي تعرض رأيك تعرض رأيك in a positive way فيكينر لما واجهت مشكلة المخلفات دي بتده ان هي تفكر بطريقة ايجابية تعمل ايه حملات طوعية تعلم اللي قد ان هم يستخدموا ال double tracker انت لازم تعمل برضو نفس الكلام تعبر عن رأيك بطريقة ايجابية think about how you would communicate with people in person and how to respect their opinion فكر ازا تتعامل مع الناس وازاي ان انت تحترم اراءهم number two you may have information sourced like videos or articles about a course ممكن انت يكون عندك مثلا معلومات كتيرة او مصادر من المعلومات كتيرة مثلا زي فيديوز او مقالات عن مشكلة معينة طيب لما انا بقى دلوقتي عايزة اعمل شير للمعلومات اللي انا لقيتها او عايزة اعمل شير للفيديو اللي انا لقيته او عايزة اعمل شير للارتكل اللي انا لقيتها عن مشكلة معينة لازم اتذكر be sure that they are accurate and easy to understand لازم وانا بعمل شير للمعلومات دي اتأكد كويس ان هم معلومات صحيحة وان انا لما اعمل شير للمعلومات دي الناس هتبتدي تفهمها بكل سهولة يعني مثلا ما راحش اجيب معلومات من مكان او من موقع مش موصوك منهم او مثلا راح اجيب معلومات من موقع فيه opinions مش فيه facts يعني مثلا فيه اراء ناس وكل واحد لرأي مختلف مفيش فيه مثلا حقائق معينة ولازم اتأكد ان الحاجات اللي انا هحطها دي الناس تدار تفهمها بكل سهولة number three don't spread or false information ما تنشرش معلومات غلط make sure the information you share and its purpose are clear لازم تتأكد من المعلومات اللي انت بتنشرها ان هي تكون صحيحة وان يكون الغرض منها واضح الناس تدار تفهمها بسهولة being socially responsible also includes being mindful of the website use كونك ان انت مسؤول اجتماعيا لازم تنتبه للمواقع اللي انت بتستخدمها كويس جدا لازم اتأكد ان هي مواقع صحيحة انت دلوقتي لو انت بتستخدم موقع معين والموقع ده لقيته مثلا بيستخدم معلومات مثلا خاطئة كتيرة harmful information فيه لينك مثلا فيه عن طريقه بيدخل هاكرز يقدر ان هو يسرق معلوماتنا فسواء هو الموقع ده فيه content مثلا او فيه معلومات فقط او سواء مثلا الموقع ده مثلا بيعلن عن منتجات معينة احنا تكلمنا بكده ان فيه مواقع بتبقى بتالي عن منتجات معينة بتبقى كلها طبعا فيك وبتبقى علمات كلها او منتجات كلها خاطئة وبتبقى لينكس خلط كلها برض ان الهاكر يوصل لنا يبقى انت دورك كdigital citizen وكعندك social responsibility ان ان انت توقف الايه المواقع دي او تحذر الناس من المواقع دي وان ان انت متزورش لمواقع دي او متدخلش لمواقع دي تاني خالص corporate social responsibility يعني ايه يعني المسئولية الاجتماعية للشركات فيه حد هيقولي طب ايه يعني ليه الشركات كمان ليها مسئولية اجتماعية زي ما انت ليك مسئولية اجتماعية كمان الشركات بتشارك في المسئولية الاجتماعية عشان تقدر تساعد في حل القضايا اللي موجودة في المجتمع فالشركات طبعا بتستخدم الانترنت برضو علشان تساعدنا وتساعد المجتمع ان هي وتعرفنا ايه هي المشاكل الخاصة بالبيئة الموجودة في المجتمع وتبتدي برضو ان هي تعمل حملات طوعية برضو وتبتدي ان هي تساعد والشركات عشان بيبقى عندها امكانات اكتر بتعمل حملات طوعية كبيرة جدا وساعد كمان بيقدروا ان هما يساعدوا في ان هما ينزلوا يحل المسيولات بنفسهم ويبتدي ان هما يدعموا القضايا المهمة في المجتمع اللي هي المسئولية الاجتماعية للشركات يبقى المسئولية الاجتماعية للشركات من مهمتها ان هي بتعمل تدعم القضايا المهمة طبعا في بعض الشركات الكتير جدا بقى فيه تاسكس او فيه مهام عندها من ضمن شغلها او من ضمن البزنس الخاص بيها هو المسئولية الاجتماعية للشركات وان هي تصلت الضوء على المشاكل البيئية الكبيرة وان هي تساعد في حل المشكلات اوكي يبقى طبعا فيه دورك انت كسيتزن وفيه كمان دور كمان للشركات يبقى احنا كلنا نشترك في الايه في المسئولية الاجتماعية طيب ده اكزامبل كده من السكول بوك في اتنين بوستس تعالوا كده نفكر بطريقة كرياتف ونشوف السؤال ده بتكلم عن ايه بوست ايه و بوست بي في شخصين عاملين 2 بوست واحد عامل بوست ايه وان اخر عامل بوست بي تعالوا نشوف كده كل واحد عبر عن مشكلة ازاي في الانفانومنت وحاول يفكر فيها ازاي ومن فيهم احسن بوست اوكي بوست ايه اوكي to organize a meetup next saturday at 1 p.m we can clean up the park and talk about how we can keep it that way please comment below if you have any questions or ideas thank you post b i have so mad i bought at the town park and there aren't enough trash cans there is a garbage all over the park including in the point if you don't care about this you don't care about your town do something to help. هو طبعا post a و post b هما رتنين بيتكلموا عن مشكلة في environment بس اللي كتب البوست ايه ابتدى ان هو يعرض المشكلة وبتدى ان هو يفكر ان هو يعمل بوست ويواعى الناس ويفكر ان هو ينزل لقابل الناس ويفكر ان هو يعني من الاخر فكر في حل المشكلة وعبر عن عن رأيه بي اه او او عبر عن رأيه بطريقة وكمان ابتدى ان هو يتكلم بطريقة ابتدى ان هو يتصرف او يعمل او يظهر اما اللي كتب بوست بي ابتدى ان هو يبقى وكمان ما فكرش في حل المشكلة ما فكرش ان هو يستخدم الانترنت عشان هو يعمل اي حملات على الانترنت او يفكر في حل المشكلة بطبعا بوست ايه احسب بكتير جدا من بوست بي اوكي وبكده يكون اللي الخاص بينا النهاردة انتهى اتمنى يكون اه ان هو اه سهل جدا عليكم ان شاء الله ازاي بس نعرف ان احنا نبقى اه نتعرف على السوشال اه ريسبونسبلتي والكاربريت اه سوشال ريسبونسبلتي اللي هي المسؤولة اجتماعية للشركات والمسؤولة اجتماعية ليك انت كفرد و اه ازاي ان احنا اه نعرف والرائت والرسبونسبلتيز و ازاي ان لما نيجي نعبر على رأينا عن اي مشكلة في الانفيرومنت نعبر عليها بطريقة جيدة اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة